في عقاب عودة وفد حماس بالخارج إلى مصر وتسليمه رد الحركة على مقترح التهدئة ها هي مصادر حمساوية تؤكد عدم قبولها وقف مسيرات العودة واطلاق البالونات الحارقة دون الحصول على ضمانات لرفع الحصار بشكل كامل عن القطاع تصريحات أتت بعد تسريبات إعلامية تفيد بنية إسرائيل التوصل إلى تهدئة مقابل تهدئة فحسب دون أن تقدم تنازلات للفصائل الفلسطينية في غزة خلاف في وجهات النظر يأتي في خضم تهديدات متبادلة أكملها اليوم مزير الأمن الإسرائيلي فيكدور لبرمن بقوله إن المواجهة المقبلة مع حماس ما هي إلا مسألة وقت لا أكثر رغم عودة الهدوء نسبيا إلى قطاع غزة بعد موجة من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فإن الانتقادات ما زالت تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب سياسته اتجاه غزة وموافقته مجددا على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية فيما يحاول نتنياهو وبعض الوزراء بتصريحاتهم امتصاص غضب المنتقدين نحن نتبع سياسة أمنية مسؤولة وقوية ولا نتبع أراء الرأي العام أو عنوين الصحف نحن مستعدون لكل سيناريوهات ونعرف ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك الحكومة الإسرائيلية تواصل ضغطها على حماس من خلال تحكمها بالمعابر في وقت تراوح فيه المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين مكانها للتوصل إلى تسوية طويلة المدى فوفقا لتقارير صحفية نقلا عن مصادر مصرية فإن إسرائيل لا تريد الذهاب أبعد من اتفاق التهديئة مقابل التهديئة وهو ما تعارضه حماس التي تشترط رفع الحصار عن القطاع أما اليمين الإسرائيلي فيطالب بعملية عسكرية واسعة للقضاء على حماس في حين تتهم المعارض نتنياهو بتفضيل حكم حماس في غزة والإبقاء على حالة الانقسام الفلسطيني حتى لا يضطر إلى الدخول في عملية مفاوضات للسلام مع الجانب الفلسطيني